بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرق عمل برنامج دوري الأولى يسعد بأي أصحابكم في الساعة ونصف القادمة نحاول بإذن الله من خلالها أن نضعكم في آخر المسجدات لفعاليات دوري الأمير محمد مسلمان للدرجة الأولى للمحترفين إلى أبرز عنوين هذه الحلقة الحزم والدحة في عرعر موسيقى أربع عشرة نقطة فارق الأول عن الثاني موسيقى بصريح اللاعبون والإدارة هم الفائزون موسيقى وقمة الحادية والعشرين تستضيفها حائل موسيقى موسيقى أيضا من حائل يسرنا أن الصديف المدرب الوطني أحد أوروز المدربين الوطنيين وأقدامهم وأكفعهم المدرب الوطني القدير حمود السلوى بورشيد موسيقى الله بالخير أهلا وسهلا بك سعادة بنضمامك لنا من حائل العزيزة حياك الله أبو هزاء أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين وأحيي الزملاء معك في الاستيديو كافة فريق العمل طبعا كما تعلمون الكابتن حمود أحد المساعدين الأكفاء الذين عاشروا الإنجازات الرياضية السعودية في كرة القدم البطولات الآسيوية كأس العالم وغيرها من المناسبات نجد الترحيب به وأرحب أيضا بضيفنا هنا في مدينة الرياضة المدرب الوطني الكابتن سعد هساوي هو أيضا قدير وعزيز أبو عمار أهلا وسهلا بك شكرا لإستجابك لدعوة البرنامج وإيامر حبابك أهلا بك أبو هزاء نمس عليك وعلى أستاذ المشاهدين ونمس برضو على نقول عرابنا وخبيرنا اللي هو برشيد وإن شاء الله يعني تكون حلقة ممتعة وماتعة ويعني برنامج الأولى بكل صراحة يعني برنامج دائما هو الموجز وهو المقدم وهو المفيد دائما لأبناء الأولى اللي يقول نائما وأنا يعني أتشرف أني أكون يعني كنت يعني عضو من الله أنا أتشرف بي ثنائك وإن شاء الله أنت لك أيضا الكثير من الملفات في المجال الرياضي وإن شاء الله شيء عن الدرجة الأولى تؤلفه لنا في قادر من الأيام بإذن الله كابتن سعطة من عاملهم حاليا في الفئة السنية لنادي الشباب ونتمنى لكل توفيق كما نتمنى لك كافة المدربين الوطنيين كابتن حمود خلينا أبدأ معك الحقيقة في التساؤل إجمالا بنظرة إجمالية العشرين جولة الماضية أو جزها لنا كابتن والله يا أبو هزاع يمكن يمكن انتهى أنا إذا ممكن يعني الصح القول أنه الآن في المنتصف يعني كالفرق اللي الآن لعبته حققت نتائج جيدة جدا هذا كله لا يكفي الصراع القوي والمنافسة القوية ستبدأ من مباراة الدورة الثانية خصوصا بعد يعني بعد فترة الانتقالات واستقطابات الأندية بالنسبة للمدربين الأكفاء وبالمناسبة أبو هزاع والجمهور الكريم واسمح لبس حيب عمار يعني ما حيات ولكن ما كنت أعلم من اللي موجود معكم فالفترة فترة الانتقالات الفترة الشتوية يعني هي تحمل فارق كبير جدا يعني التقارب التقارب النقطي بين فرق الصدارة الخمس أو ستة الفرق يعني مباراة تستطيع أن تنقل فريق من مركز متقدم إلى مراكز الوسط يعني أنا متأكد تماما أنه اللي حيعملون الفارق في الدورة الثانية دور الأمير محمد بن سلمان لأنت الدرجة الأولى هي حتعمل فارق كبير لكن لن تحدث مفاجآت على الأول اللي منطلق بقوة يعني نادي الحزم حتى الآن يمكن الجولة الأولى أول بداية الدورة كان في المركز الثاني والثالث بقية المباراة بقية الجولات إلى الآن هو في الصدارة يعني يعني لا أقول أن الحزم صعد لا فيه تحديات كبيرة حتى حل مستوى الوصافة أو الترتيب الثالث الفيحة والجبلين وعدد من الفرق اللي قريب من النقاط وقد لا يفرق فريق عن فريق نقطة أو نقطتين متعز أبو عمار اختصارا لما رقبته في العشرين جولة الماضية من الأولى نحن أنهينا المباراة الأولى في الدورة الثانية نعم بكل تأكيد يا فزاع يمكن برضا أنا أزيد وأكمل على كلام أبو رشيد يعني أنت لو تتكلم بهزاع زي ما ذكر أبو رشيد أول شي إذا أجلنا الحزم بالأداء وبالمستوى الفني اللي قاعد يأدن للحزم يعني في دور الدرجة الأولى بفارق 14 نقطة حتى بأول شي نقول خلينا نتكلم على الحزم على التنظيم الهجومي الممتاز لفريق الحزم اللي قاعد يأدي ثم برضو التنظيم الدفاعي يعني بأقل عدد أهداف يعني الحزم قاعد يمشي بكل ثبات أنت تتكلم في قائمة الهدافين بالنسبة لفريق الحزم بلاعبين اثنين إبراهيمة وبالحاج باري يعني في قائمة الهدافين في الدوري قابل يمكن بهزاعة الآن يرجع للاستراتيجية مدربة للحزم في التعامل في مجريات نقول الدور الثاني أما بالنسبة لفريق الفيحة فريق الجبلين فريق هجر فريق الطائي ما نقول أنهم بعيدين فهي بالظل المنافسة نقول على المركز الثاني بالنسبة لهذه الفروق أما فروق المنتصف إذا تكلم على الدرعية على الخليج على العدالة على الكوكب إلى الشعلة هذه الفروق ربما عامل والعدد النقطي لهم يقدر يساعدهم على حسب الأداء الفني لقعدين يأدوا أنهم يوصلوا نقول للمنافسة على الثالث أو الرابع أما في الفروق المؤخرة أنا أتوقع أنه برضو بالنسبة لهم أنه التنظيم الدفاعي لهذه الفروق لازم يكون أفضل من الدور الأول بالنسبة أنا أعيدك لأن تنظيم دعم ذا للنجوم 36 هدف نتلقيها هذا شيء كبير على كل أذهب لأستذكر مع حضراتكم أيها الأكارم نتائج مباراة الأسبوع العشرين وهي طبعا مباراة الأسبوع الأول من الدور الثاني والتي جاءت على النحو التالي الجيل وأحد انتهى لقاءهما لمصلحة الجيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين الكوكب والثقبة فاز الكوكب على الثقبة في الخرج بهدفين دون أرد الحزم بخماسية مقابل هدف واحد فاز على عرعر في عرعر ولاعبوه الرقص اللعبة الشعبية الدحة الطائي والخليج فوز للخليج في حائل على الطائي بهدفه مقابل هدف دون أرد إذن هدف دون أرد يصطاد بها الخليج الطائي في حائل النهضة والدرعية فوز للنهضة بهدف التعدل بهدف كانت نتيجة مباراة العدالة وهاجر أبكيرية فاز على الساحل بهدف ونجرام فاز على الجبلين بهدف كانت هي نتيجة مباراة جدة والشعلة والنجوم والفيحة ترتيب الآن ديه بعد انقضاء الأسبوع العشرين أيها الأكارم الحزم يوسع الخطوة ما شاء الله تبارك الله ويبتعد بأربع طعشر نقطة عن ثاني الترتيب بنفس الرصيد الفيحة والجبلين الحزمة 52 نقطة والفيحة والجبلين 38 هجر الرابع بخمس وثلاثين والطائي الخامس بأربع وثلاثين الدرعية السادس بثلاثين وثلاثين الخليج السابع بثنتين وثلاثين و العدالة الثامن بتيسع وعشرين و النهضة التاسع بستين وعشرين والكوكب العاشر بخمس وعشرين واحد الحادة عشر خمس وعشرين الجيل الثانية عشر أربع وعشرين نجران الثالث عشر ثلاث عشر نقطة والثقبة في الترتيب الرابع عشر بثلاث عشر نقطة جدة ثلاث عشر نقطة ولكن بالخمس عشر وشعلة الخرج السادس عشر بعشرين نقطة الأندهاء الأربعة الأخيرة في الترتيب الساحل السابع عشر بتسات عشر نقطة وعار أرباط عشر نقطة في ثامن عشر البكيريا أرباط عشر نقطة التنس عشر والنجوم أحد عشر نقطة في الترتيب العشرين قبل ما أن الحقيقة نتساءل عن أسبوع الحل العشرين وما آلت إليها طبعا النتائج فيها هاشتاق دوريا الأولى كما هو ظاهرا على يسار الشاشة نسعد بكريم تواصلكم فيه والإجابة على استفساراتكم قدر المستطاع بإذن الله اللحظات ستكون أولى التغريدات معنا جاهزة في تساؤلات نتواصل بها بل نتشرف بالتواصل معكم من خلالها وهو لمد الجسور والتفاعل بين البرنامج وبينكم متى ما كانت جاهزة الزملاء أرجو إشعاري كابتن سعد الجيل يفوز حقيقة على ثلاثة أربعة أيام كانت المباريات الجيل في اللقاء الأول استطاع أن يتغلب على أحد بثلاثة هداف مقابل هدفين في الأحسان بكل تأكيد يعني يمكن الجيل يفوز على أحد يمكن أحد برضو يعني شفناه بغاية المدربة السعودي خليل المصري وبرضو يعني يمكن شفناه أحد فيه تذذب كبير في المستويات هذا الشيء اللي أدى لأحد يعني نقول عدم ثبات بالنسبة لفريق أحد في المستويات بعد تغيير برضو المدرب فيحتاج وقت يعني أحد أن يرجع في المباراة لكن زي ما ذكرنا أبو هزاع أن أحد لسه عباجي عنده الوقت وعنده الترتيب أنه يعني عنده الفارق النقطي أنه يقدر يعني يرجع وينافس زي ما ذكرنا إحنا بنتكلم في ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين نقطة إلى يعني ثمانية وثلاثين نقطة فارق ممكن حدود ثلاثة إلى ستة مباريات فأحد يقدر يرجع شفنا يعني بكل صراحة التنظيم الذي يرجع أعاده الكابتن خليل المصري بالنسبة لفريق أحد الجيل بكل صراحة يعني شفنا الجيل في تنظيم الهجومي دائما للجيل الجيل قاعد يأدي يعني بكل صراحة مباريات كويسة قاعد ينوع في عملية الأهداف في عملية التوازن الهجومي بين الهجوم والدفاع بالنسبة لفريق الجيل لكن برضو الجيل ما أني بنقول عدم ثباته وهزاع قد ما أنه نقول في التعامل مع استراتيجية المباراة بالنسبة للجيل يعني فيه صراحة الفريق الوحيد الحير مباراة يفوز والأخرى بلا مبرع لأرضه يتلقى نعم فهذه هي المشكلة في الجيل فتيرجع هي في الاستراتيجية وتكتيك المدارة في التعامل مع الوحيد نقطة أنت طرقت لها كابتن حمود قبل قليل هو يتسال عنها المشاهد الكريم سلطان أشاط طبعا أنت حدثت عن الصفقات الشتوية برشيد فهذا سلطان يقول السلام عليكم أستاذ خطير ودي تصل ضيوفك هل إدخال عناصر جديدة بالفريق يؤثر على أدائه ونتائجه وهل فترة تسجيل الأخيرة دورت بتذبذب نتائج بعض الفرق خالص أشكر بالتقدير لكم أشتب ربما العناصر تكون مفيدة لفترة الشتوية لكن أيضا إنسجام مطلوب كابتن حمود بلا شك هذا أمر طبيعي جدا لكن اللاعب المحترف أنا متأكد تماما أن مسألة الانسجام مسألة عادية جدا في فترة قصيرة وينسجب في تعليمات المدرب أو حتى في انسجامه حتى مع اللاعبين لكن أنا متأكد أن طموحات الفرق تختلف بها الزاع باختلاف يعني إذا أردنا الآن نقسم الجزء الأول وهو الجزء الخاص بصعود الثلاثة الأندية يعني من الجولة الأولى إلى الجولة الأخيرة حيكون طموحات أكبر يعني طموحات أكبر في تحقيق مركز متقدم أهل أحد الفرق الثلاثة أنه يصعد لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فالأول والثاني والثالث هم اللي يصعدون منطقة الوسط هي منطقة الأمان لكثير من الفرق اللي قد يكون منتهى طموحة إنها تبقى يعني لكن الخوف واللي أنا متأكد أنه قد تلعب بطرق دفاعية اللي هي مثلا الفرق الـ 17 و 18 و 19 و 20 حيهبطون هذول من الأولى إلى الثاني حيكون منتهى طموحاتهم أنه لا يخسر يعني حتى مسألة التغت هذه أبو هزاع يعني شغلت أنه لما تكون على ملعبك أو حتى على ملعب الفريق المنافس يعني في الظروف هذه يعني أنا أتصور يمكن بعض الديربيات اللي كانت مثلا بين جميع الفرق حتى في دوري أندث الدرجة والله يكله تأثير لكن في الوقت الحاضر لكن أعفونا برشد لكن لا ترى بالنسبة للأندثة عشرين و 19 و 18 و حتى 17 التعادل بمثابة خسارة يعني أنت لا تتقدم برشك نعم 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 يعني حتى الفرق يعني حتى الأب بحذر شديد جدا يعني أقوى 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 يعني شيء ممكن أن يقال حتى اللاعبين أنه يعني 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 إن لم تكسب لا تخسر يعني إن لم تكسب لا تخسر وبالتالي حيكون الصراع على مسألة الهبوط أنا في تقديري كما هو موجود أيضا في فرق المقدم طيب أعلى كل نيولا كارم 24 هدف كانت حاضرة في الأسبوع العشرين جملت الأسبوع الحقيقة 24 هدف نعتقد أنه رقما لا بأس به في جولة واحدة نذهب لنتابع الأهداف من خلال مباراة المنقولة ومن هذه الجولة التاسع من فبراير والكوكب طاير وما أدرك ما أدوات في أرضية المالعب هي إلا تشيلك صحيح المدرب هو اللي يقرأ بعض الأمور الفنية لكن اللاعب في أرضية المالعب هما لا هو من عنصر أساسي كورا مدعوب الأنبو شهين يعرضها وفرصة هدف ثاني افتكاك الكرة والبرور نعم ممتاز بالحسان حسان يحاول على البحثان العرضي وماهر والكرة والهدف الأول والهدف الأول لماهر شرومة هنا المحاولة والسقوط الحكم يأمر باستمرارية اللعب وروجيريو والدخول لكن معه الدفاع على الكرة والهدف الثاني دعم روجيريو يسجل روجيريو يسجل رصاصة الرحمة وشاهد الكل يجري التونسي من أمام التونسي ساسي ساسي يضعها أول الهدف يكون المدى لا تكون كرة محاولة 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 الله مرتد فرناندو يهيي نفسه تسليده ولكن الله الكرة وهنا العرضية من أفونسو الله البحارة في هذا المساء خطير لمصلحة ماجد الخبر كرة اللي نوفى عامر اللي يحاول داخل منطقة الجزاء خطيرا للنجوم يعدي الله يحاول يعدي عرضية رأسية بتعدي وهدف هدف أول هدف أول للفيحار مرحبا بكم من جديد كل شكر وتقدير لزمال المعلقين اللي أمتعونا من قبل شوي والحقيقة هم ممتعين في كل المباريات ودورية الأولى يستحق الحقيقة منكم المتابعة والإطلال الحديث من مباريتها المنقولة والاستمتاع بأداء المعلقين وأداء الفرق هاشتاك دورية الأولى ما زلنا نسعده بتلقي المشاركات من خلاله متى ما كانت جاهزة الزمل على المشاركات أرجو الإحاط عشان ما أكرر عليكم كل شوي أملغون أنه المشاركة المعينة جاهزة لنأخذها المشاهد محمد دخيل الله هي تساءل عندك كابتن سعد البكيرية هبوط مفاجئ هذا الموسم هبوط مفاجئ في هذا الموسم ما هي أسباب التراجع مقارنة بالموسم الماضي من وجهة نظرك بكل تأكيد أول شيء البكيرية بخصوص هبوط المستوى يعني نعرف هذا يرجع أول شيء للإستراتيجية الأولى يعني دائما للنادي ولإدارة النادي يعني في تنظيمها وفي استقطابها للعناصر يعني حتى لو كان في بعض العناصر يعني عادة تقييمها يعني عادة تقييمها للعناصر لكن يمكن الآن أنا الشيء الأبرز والأهم الآن بالتعامل يعني الجيد والشيء اللي شفناه يعني من الكابتن القدير بكل صراحة الوطني يوسف القدير يعني والطاقم يعني حقه الشيء يعني بكل صراحة يعني شفنا فيه تماسك فيه توازن يعني حتى فيه عملية الضغط والانضباط التكتيك اللي هو في الجانب الدفاعي بدأ يتطور يتحسن مع الكابتن يوسف القدير يعني يمكن نقدر نقول الكابتن يوسف القدير بدأ يعرف إمكانيات يعني فريقة البكيرية فريقة البكيرية أبو هزاع لازم نكون واقعي توقع أن يخرج من هذا المأسا مشيب هذا هذا الكلام اللي أنا أبو أجيب أبو هزاع الآن الكابتن يوسف القدير قاعد يعيد يعني بكل صراحة يعني تشكية زي ما قلنا التنظيم الدفاعي والهجومي في تقليل نسبة الأهداف أما بالنسبة للتنشيط الهجومي بإمكانيات الكابتن يوسف القدير وإمكانيات اللاعبين وتعاون الإدارة أنا أتوقع زي ما ذكرنا أنت بتكلم أقل أقل فرق تستيلا كان قبل الجولة ثمانية وسجل هدف في مبارة الماضي صار تسعة هدار ممتاز وهذا الشيء اللي يحتاج أبو هزاع أنك أول شيء أنت تقلل وتنظم التنظيم الدفاعي ثم تبدأ في التنشيط الهجومي اللي هو في التحركات الهجومية بشكل عام المشاهد أو المشاهدة التذكار كابتن حمود يثني في المستهل على الجهود في البرنامج ثم يتساءل ما هو سر انفراد الحزن بهذا الكم من النقاط عن البقية هو 52 نقطة ما شاء الله 14 نقطة أقرب المنافسين لها كابتن حمود إلى شك يمكن حتى اللافت يعني اللافت في فريق الحزم العمل الإداري قد يكون مشابه لنادي الجبلين من العمل الإداري أكثر إيجابية من العمل الفني تحديدا في نادي الحزم والجبلين صحيح يعني لا نغفر الجانب الفني لكن نتصور في الحديث يمكن أنا أضيف كلامي لكلام اللي ركبت أنا أبو عمار يعني لا يمكن حتى في الموسم الماضي نادر بكيرية اللي انطلق انطلاقي قوي جدا أنا أستغرب أنه كيف تنازل عن اللاعب اللي كان يعمل فارق فني في فريق البكيرية اللي انتقل إلى الحزم وبالتالي كان يمثل يعني يعني ما فيه تنازل حينا العرض والطلب يا بو ايه ما فيه شك لكن لكن كم من الممكن أوكي ابو عمار ابو هزاع أوكي يعني بس كم من الممكن العمل على يبقى أو تقديم مثلا يعني 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 حجم العقد اللي لكن قد تكون يعني ظروف أنا أجالها يعني طيب لكن لكن على مستوى حتى الهدفين انت تلاحظ أنا بتكلم على مستوى الأنذية ابو هزاع يعني تلاحظ أنه الآن يمكن أقوى هجوم للحزم مسجل 47 هدف والوصيف الفيحة 34 هدف والجبلين 27 هدف في حين على مستوى قلة التسجيل والضعف لاحظ البكيري وأنا أقول أنه 8 باري كان يشكل قوي يعني مفرده البكيري 9 هدف والساحل 11 هدف والنجوم 14 هدف هي المسألة ابو عمار عشان نكسب الوقت ودنا نخطص الحقيقة عندنا تفاعلات كثيرة ولا الحمد مع الهاشتاغ أنا أقول كلمة واحدة بس عشان تكمله بعما أبو هزاع أنه الاستقطاب الآن اللي حصل في الدور الثاني بحجم الطموح يعني الأندية مثلا القطيع قد يكون أنت تجيب تجيب لاعب وسط وحارس مرمى ومدافع وما تجيب مهاجم هذا الفكرة طيب كابتن سعد مشاهد عبدالعزيز يسأل عن العدالة العدالة بداية كانت جميلة ولكن مع الدخول في المنافسة وتقارب المباريات التضحة على لاعبيها الإرهاق بحكم أن نص ملعبه كبار بحسب رأيه ويشيل للسن الاعتمد على الكرات الطويلة العدالة هو في الترتيب الثامن بـ 29 نقطة واحدة الهابطين الهابط الأول هو متصدرا الحزن والهابط الثاني أيضا الفيحة ثانيا بينما العدالة يأتي خامسا يعني يمكن بعض الزاء لو جينا خلينا نأخذ أول شي عن دائما الجمهور العاطفي والجمهور يعني دائما يعني بكل صراحة ذواغ وبكل صراحة يعني متابع يعني بشكل جيد يعني نحن لا تكلمنا عن العدالة يعني دائما في عملية التحول وهو نقول من الدول الممتاز إلى دول الأولى وافتقاد بعض العناصر فبكل صراحة أول شي يعني نحن يمكن نشوفنا العدالة يعني حتى هو لما يتكلم على التقدم في السن الكلام الأهم في الاستراتيجية للمدرب مدرب العدالة قاعد يلعبها وأريحية اللاعبين متاسم وتوافق يعني تكتيك المدرب مع اللاعبين هذا هو الأهم نحن عندنا ثم لما نجي نتكلم في العدالة في مركز يعني متوسط قاعد يأدي أداء يعني نقول قلنا عدم ثبات هذا يرجع يعني ذهنيا نقدر نرده لإمكان نقول تعامل الإدارة بشكل أكبر وفترة التحضير بالنسبة لإدارة يمكن تكون صدمة دائما معروف كل أول موسم أول موسم يعني دائما بعض الهبوط من الدول ممتاز بيكون في صدمة كبيرة تقدر تمتصها أنت كإدارة وكمدربة أو كجهاز طاقم فني أو لا أما لكن مثلا التقدم في العمر لا بكل صراحة يعني المعدل التهديف والنقط يعني بالنسبة لعدالة إلى الآن العدالة مش بعيد الآن الخطوة أو التنشيط الهجومي أو حتى خلينا أرجع مسيب هزعلي لجانب اللياق يعني تكلم هو أن يكون ضعف اللياقة ضعف اللياقة ما نقدر نقول ضعف اللياقة يعني أول شيء الرتم بيزداد مع المباريات الأهم بالنسبة للعدالة بكل صراحة زي ما ذكرنا اللي هو يعني نتكلم في عملية التوازن اللي قاعدت تصير في الفريق في أنت تتكلم في التحولات إن الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم بالنسبة للعدالة المحافظة أكبر على التشكيل وعلى الهجوم الآن في عناصر كثير يعني عناصر المحترفين في دورة الأولى قاعدين يعمل فارق كبير الفرق متكافأة طيب بعدد عناصر الأجنبية طيب الجبلين ونجران كابتن حمود المباراة الأولى للوطني بندر بصريح يحقق الفوز على أحد فرق المقدمة ومع أحد أفضلها فنيا الجبلين في حاعل وبهزاع يعني أنا أجزم تماما أنه في مشكلة حتى ليست في الجبلين يمكن حتى في بقية الفرق يعني أنه تجد مثلا يعني أنا ولا حتى أسميه أنه يعني ضعف في الجانب اللياقي يعني لكن لكن عدم اهتمام في الربع ساعة الأخيرة أو العشرين دقيقة الأخيرة أنت وش تبغى من المباراة تبغى تتعادل تبغى تفوز تبغى تحافظ على نتيجتك هذا يفتقده يمكن تشوف ممكن بعض خسائر بعض الأندية في يعني في وقت متأخر جدا صحيح أنت تسجل لكن قد يسجل فيك وبالتالي يعني المدربين الأذكاء القادرين على إدارة المباراة في الربع الساعة إذا أردت أن تريد أن تكتشف قدرة المدربة الفنية يعني يعني تابعوا في الربع الساعة الأخير وش يسوي إن كان متقدم أو متعادل أو خسران لكن الجبلين واحد يمكن من أربع أو خمس أندية تجدها معظم الخسائر التي خسرت تلقاها في الخمسة دقائق الأخيرة في الوقت بدل الضائع لا يوجد حرص واهتمام وتنظيم حتى في منطقة الوسط طوالة وهذا يمكن عدد كبير حتى من الأندية طيب ردة الفعل من جانب اللاعبين بعد نهاية المباراة الجبلين ونجران رصدها الزميل المساعد السقابي الحمد لله إن شاء الله إنها بداية خير ونوعد الجماهير الجماهير نادي نجران إن شاء الله القادم أجمل زي ما شافوا اليوم إن شاء الله وزيادة إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله صراحة من بداية الأسبوع كنا عزمين إنه نفوز نبغى نباراة صح إنه نباراة يعني ضد فريق منافس في الدوري ومنافس بقوة يعني وعلى أرضية ملعبهم لكن الحمد لله بالعزيمة قدرنا نجيبها اليوم وكان عندنا سلوب يعني معين المدرب يعطانا هو الكابتن بندرب ريح وطبقنا الشيء اللي هو كان يباه والحمد لله لأنه ثلاثة نقاط تمينة جدا من يعني نتأسب من الجمهور عن المستوى اللي حضر وصلنا يعني كان مستوى كويس بالعكس يعني ما كان ما كنا سيئين في المباراة طول المباراة كاملة بس يعني انت شايف زي ما انت شايف ترى هجمة واحدة بس لهم وسجلوا توفقوا فيها وسجلوها يعني هذا مكتوب مو مكتوب لنا حنا وفزنا أو هم بس الحمد لله ربنا كريم إن شاء الله صاح فيه صعوبة شوية بس يعني إن شاء الله مع اللعبة اللي الحين جو إن شاء الله إن شاء الله يعني تكون أفضل وأفضل يعني توهم جهيين هم يعني مع الوقت أول شيء الحمد لله قصرنا ثلاثة نقاط عتقيت ملعبنا لكن إن شاء الله نعوذ عندنا نباراة ثانية في ملعبنا برضو نعوذ إن شاء الله في الجاي بإذن الله ما زلنا بذري في الدوري صراحة يعني أول جوالة في الدور الثاني وعندنا وقت نقدر نرجع فيه ونحسن فيه الوضع للفريقي إن شاء الله ودائما العبرة في الخواتين مرحبا بكم مشاهدين الكرام آخر اللقاء كابتن السعد كان عبدالله حضريتي المهاجم السعودي وهو العام الماضي كان أحد الهدفين وكان بارزا مع نادي القادسي بعد انتقاله من التقدم في فترة شتوية هذه المباراة المباراة السابقة يلعبها مع نجران بعد انتقاله إلى نادي الجبلين الجبلين مسجد 27 هدف اللاعب من الهدفين نتوقع تفاعلا في الرسل التهديفي للجبلين من خلال هذا اللاعب بطبعا مع بقيتهم بكل تأكيد نظرتنا لعبدالله حتى مع القادسية وشفنا نقاط مهمة تتمركز في عبدالله أو كلاعب مهاجم دائما نحن نتكلم عن المبادئ التكتيكية نقول الفردية اللي يمتلكها يعني لاعب زي عبدالله انت بتتكلم على دائما اللاعب يتميز بالهروب من الرقابة يعني دائما يقدر يكون دائما اللاعب الحر اللاعب اللي يقدر يستمع الكرة يقدر يسجد اللاعب اللي دائما مقاوم للضغط يعني يقدر يتحكم في السيطرة على الكرة والتحكم بمقاومة الضغط الحاجة الثانية حماية الكرة دائما من الكابتن عبدالله بنلاحظها بشكل جيد وعملية التوزيع وعملية المحطة يعني ومساندة للزملاء حتى في عملية المراوقة والإنهاء دائما بنشوفها جدا جدا أداء فيها كويز التمركز بالنسبة للكابتن عبدالله أنا أتوقع يعني كان استقطاب جدا يعني القراءة فنية جدا من مدرب اللي هو الجبلين في استقطاب الكابتن عبدالله وتوقع برضو أنه هذه هنا الإضافة اللي حنت نتكلم دائما عليها من مهاجم يعني أنك أنت تستفيد من خبراتك وتنقل خبراتك يعني للفريق اللي أنت استقطبت له الحاجة الأخرى بالنسبة للكابتن عبدالله يعني يمكن الأداء يعني شفنا المساهمة يعني في التفاعل مع عامل الخبر اللي وضعه في الفريق هذا يعني عنصر جدا جدا مهم وهذه الاستقطابات اللي نحن دائما نسأل عنها ونبحث عنها طيب المدرب الوطني بندر باصريح بعد تصريحه إثرى انتهاء اللقاء أول شي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا رب لك الحمد والشكر الحمد لله يعني يقدوم يقدوم خير على الفريق هذا سعيد كثير بهذا الفوز سعيد كثير لأنه فوز أتى باستحقاق فوجة نظرنا اللاعبين أدوا كل ما عليهم اليوم أشكرهم عن الروح القتالية أشكر إدارة النادي اللي يعني خلال 48 ساعة قدمت أشياء كثير للفريق إن شاء الله نتمنى مواصلة المستوى الطيب هذا بذن واحدة حد ما أكذب عليك خلينا نكون واقعيين يحتاج وقت ويحتاج صبر من الناس اللي يحبون الفريق هذا الفريق هذا في عناصر كويسة إن شاء الله بعد ما يكون فيه تفاهم وتناقم فني إن شاء الله مع المجموعة كاملة إن شاء الله رح يكون الفريق في أفضل حالاته بذن واحدة حد أقول فوز مستحق مبروك لنا هارد لك لنادي الجبلين الحمد لله شكرا مبروك لفوز كابتن بندر مدربنا الوطني وبالمناسبة خمسة مدربين وطنيين في الدوري أربع منهم حققوا خلال جولة الماضية حالات فوز لأندياتهم يستهلون تبريك وبالشكل جنسية الأخرى فيها الخير والبركة لكن بحكم أنه ابن الوطن فنحن دائما نتفاعل معه إلى فاصل أول أيها الأكارم نذهب إليه ثم نعود مع حضرتكم اشتركوا في القناة نذهب في الصوت والصورة والحكاية والتاريخ والغرائب نتنقل في أرجاء خارطتنا الرحبة بما فيها من الثراء والتنوع والذاكرة نلتقي الناس ونعتمد التحليل الثقافي ناس لوجيا على شاشة السعودية في الأوقات التالية THE END اشتركوا في القناة 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 مختلفة عن التدريب اللي بيصير داخل الملعب ودائما كرة القدم يعني حاجات دائما مفاجأة وغير متوقعة بالنسبة لفريق النهضة لاحظنا فريق النهضة دائما في اغلب مباريات واغلب تسجيله للأهداف يعني دائما ما نقول الاغلب يعني بس تسجيل كبير للأهداف من عملية ضربات الجزاء معناته في حاجة ايجابية المهارة الفردية للاعبي النهضة جدا جدا عالية او اللعب عندهم نقول خلف خط للفرق المنافسة للنهضة بيكون فيها استثمار بتنتج عنها ضربات جزاء لكن زي ما ذكرنا نحتاج كمنظومة يعني كلاعبين يدعم التنشيط الهجومي بالنسبة للفريق النهضة وهذا يعني يمكن حيكون شغل اوعاتك كبيرة على ادارة النادي وعلى كبتن حمود الصيعري في متابعته الخليج كبتن حمود بهدفين يصطاد الطائر الطائر صاد الكبر بلا شك لكن بما انه فاز عليه في حائل فمجازا يصطاد الطائر في حائل بثلاث نقاط هامة ويوقف الانتصارات المتتالية للطائر وهو ايضا نفس التساؤل من المشاهد الجميل قادم يقول اتمنى تسأل ضيوفك عن سبب تراجع نادي الطائر اخر جولتين من الناحية الفنية تعادل وخسارة خصوصا بعد سلسلة تعدم الخسارة في 14 جولة الاخيرة كبتن حمود وزع الطائر الطائر مو بعيد حتى عن يعني يعني فرق المتنافسة حتى يالي للتحقيق مركز نعم خامس اربع وثلاثين نقطة ايوة انت لما تحسبها بالنقاط حتى تشوف فارق كبير جدا لكن لما تحسبها بالترتيب قد يعطي حافز قوي جدا للمدرب ولللاعبين ولدعم الفريق فبالعكس يعني ما زال ونقول المرحلة القادمة بالنسبة للفرقة المقدمة اصعب بكثير من المرحلة اللي مضت لكن اذا تسمح لبس ابو هزاء على مستوى ربما يكون عندك محور اخر يمكن حيكون في اخر حلقة او في جزء من البران في مسألة يعني اكبر نسبة عدد من المدربين الوطنيين قادة وانت تدرجة الاولى قد يكون الموسم هذا ست الى سبع مدربين وطنيين صحيح بلا شك وكننا سنتسلع المدربين الوطنيين لكن انا اكلنا الى ردة الفاعل بعد نهاية مباراة الطائي والخليج ثم نعود مع حضاراتكم والله يشوف يا كابتن يعني الواحد لما يجي العب ضد فريق الطائي يعني لازم يعمل حساب الحمد لله يعني يعاطينا لقيمة لهذا الفريق الحمد لله يعني جينا بخطة وهي تلت نقاط على الاقل نقطة الحمد لله يعني تعليمات المدرب شكرا للمدرب والطاقم الفني والمجهودات اللعيبة طبقنا تعليمات الشوطة الأول والشوطة الثانية لعبنا بأسلوب آخر وشفت النتيجة والأداء بارك الله فيك الحمد لله أنا تحت تصرف تصرف النادي والحمد لله رديت على رديت على الناس اللي قالت يعني حسان يعني إلت على الفاولات حسان يعني متعة في الملعب إن شاء الله بإذن الله نزيد نمتع هذا النادي اللي يستاهل كل خير وهذا الفوز نادي للعيبة والجمهور صيهات أولا الحمد لله يا رب ألف مبروك نادي خليج نعطي الإهداء هذا الجمهور إدانا والحمد لله يا رب وبإذن الله يعني إحنا جايين الدور الثاني ونحاول نحاول نحسن من نتيجتنا يعني لأن إحنا فريقنا جدا كويس ويستاهل الصعود وبإذن الله مباراة ورنباراة سبا يسب إن شاء الله أهلاً وسهلاً بكم وطبعاً من نسبة للمشاهد سلمان ومغرد سلمان يمكن إحنا هذه تغريدتك سلمان شكراً لتفاعلك معنا إحنا أجبنا عليها في ثنايا الإجابة مع الكابتن حمود قبل قليل وهي تسأل بعد سلسلة نتائج الإيجابية ما سبب تعثور الطائعي رغم الإضافات الشتوية وهل يكون هذا تعثر بداية تعثرة قادمة لا سمح الله إحنا أجبنا عليها وإن شاء الله لا طائع ولا أي من الأندية يكون لديها تعثر في قادم الأيام العدالة كابتن سعد وهجر في لقاء أحسائي جميل انتهى في التعادل بهدف نفس نتيجة الدورة الأول أيضاً انتهى بهدف لكل منهم صحيح هجر التاريخ الكبير والعطاءات الكبيرة لكن أيضاً هو صاعد حديثاً من الدرجة الثانية رغم أنه التقى العدالة الهابطة من الممتاز والذي تعادل هو العدالة نعم نعم يعني شفنا المباراة ولحظنا المباراة يعني كانت المباراة يعني فيها طابعة ونقول المباراة الديربي يعني ظاهرة الديربي عليها وظاهرة التحفظ وظاهرة يعني فيها بكل صراحة المحافظة التكتيكية من كل الفريقين والتحفظ يعني حتى دائماً في عدم الاستعجال وعدم الاندفاع للهجوم مع الحرص ومع يعني استقلال نقاط الضعف ونقاط القوة لكل الفريقين شفنا يمكن يعني يمكن الهجر كان يعني نقدر نقول يا أبو هزاع بفارقة والتقدم النقطي بالنسبة للهجر كان يعني أقرب يعني نقول للفوز وكان يعني عن عناصره أقرب في المبادرة دائماً في المبادرات الهجومية لكن العدالة زي ما ذكرنا يعني دائماً يمكن نقول بخبرة لاعبية للوسط والسيطرة على منطقة الوسط يعني أدت في المحافظة أكبر على يعني تناقل الكرة وتدوير نقول الكرة في المتصف الملعب مباراة يعني كانت جداً نقول فنياً يعني وتكتكياً يعني فيها بكل صراحة يعني عمل فني كبير من كل المدربين التعامل مع المباراة كل مدرب عطا المباراة حقها يعني شفنا بكل صراحة عفريقية عملية الانتشار عملية الاختراق عملية يعني بكل صراحة حتى استخدام يعني تعريض الملعب في المقابل يعني شفنا التنظيمات الدفاعية من كلا الفريقين في حالة الاجتداد أو في حالة الهجوم ردة الفعل بعد نهاية مباراة العدالة هو هجر كانت مع زميل عبدالعزيز البطح لعل اللعبين ما كانوا مركزين ممكن أول عشر دقائق صح صح وبعد الهدف رجع حولنا نرجع ورجعنا الحمد لله بسرعة توفقنا يعني والحمد لله يعني التعادل كان بيننا وبين فريق هجر فريق كبير كان كويس يعني وما كان ينقصكم كابتن لنفوز كان بس نقصنا التسديل بس بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك العافية مباراة كانت جاهدنا عماتنا وفسية دخلنا مركزين دخلنا ندور ثلاث نقاط قدرنا نسجل بدري بس بعد الهدف شوية رجعنا ومن تسديل قبلنا قبلنا التعادل رجعنا نبني نعوض ما قدرنا نسجل مباراة كانت يعني من توسطة توقع من الفريقين فترات كنا احنا مسكن لعب فترات هم ممسكوا اللعب وانا شوف ممكن نقطة يعني التعادل يعني شوف عادل على مجريات المباراة اللي صارت كان كلامك يكون خذكورة ولكن ما كانت في خطورة يعني ممكن الخطورة اللي جات ممكن من كرة ثابت اما في اللعب في كرات ما لعوبة يعني اتوقع لا ما كان في خطورة احنا بالعكس بعد جاتنا خطورة ما قدرنا نسجل وهذا يعني حال الدوري الدرجة الاولى اللي تابع السنة اشاء في الواضح تقريبا نغلب امبراط نفسي شيء اذا الحقيقة شهدنا اللقاء جميل الحقيقة من الفريقين كما اشار الكابتن سعد وكما اشار اللاعبين في اللقاء السابقة اللقاء كان جميل وكان الاجمل الحقيقة تبكير هجر بالتسجيل كان دقيقة حوالي ثلاثة اثنين ونصف فاللقاء كان حي الحقيقة كما يقال من بدري هنا تساءل وامنيات من المشاهد محمد الحربي كابتن حمود يشير لانه الرجال اهتمام طبعا هو يقصد سواء رجال اعمال او اهالي المدينة المنورة بالاندية ودعمها يقول انه نتمنى انه يكون هناك نادي في الدوري المنتاز من اندية المدينة المنورة وجود الاندية في المنتاز بورشيد ليس كرة قدم فقط بل تستفيد منطقة ككل السكن في الفنادق القدوم الطيران العاملين في مختلف الحقيقة القطاعات الخاص استثمار بكلمة عن الكلمة من معنى وبيلا شك ابو هزاع لكن في المرحلة هذه انا اتصور يمكن ملح المباريات يعني غير متوفر اتكلم عن الجماهير لكن هذه ظروف ليست فقط هنا في كل العالم يعني انا اتذكر حتى لما كانت يعني قبل جائحة كورونا تعال شوف مثلا ديربي مثلا التعاون والرائد والجبلين والطائي يعني اندي كثير جدا لكن الان يمكن ما اقول قل حماس اللاعبين لانه ما في جمهور لكن كل الاحترازات هذه ضرورية جدا لمصلحة البعبين لمصلحة البلد يعني بالاول وبالاخير ابو هزاع يعني يبقى يعني انا حتى لا اؤمن بما قولت شوط المباراة الاول للمدربين وشوط المدربين لا هي المباراة كلها لللاعبين يعني المدرب قد يمكن في الملعب لكن في المباراة كيف يدير المباراة مثلا ان كان متقدم ان كان متأخر ان كان متعادل ان كان في اخر احينا بعض بعض اللاعبين في الملعب يغطون اخطاء مدربين بعض اللاعبين مثلا لديهم من المهارة ومن الجرأة ومن الشجاعة مثلا كثير من اللاعبين في الدقائق الاخيرة يمكن انقذوا يمكن مدرب كان مشروع اقالة ولا شيء طيب هذا هو التساؤل وكما اسلفت الرياضة طيب هي رياضة لكن ايضا حياة في جوانب اخرى وجوانب تجارية وجوانب متعدية وايضا اطلاع على التطور والنمال للمملكة الغالية في كافة المدن والمحافظات هذا العام لأول مرة في تلك منطقة الباحة يكون هناك نادي منها هو نادي العين كما تابعنا قبل عدة سنوات عندما صعد نادي الباطن كيف طبعا بالشك تحشت حفر الباطن وغيرها من المدن وطبعا المحافظات التي تسعد منها لانديه لأول مرة هي تعطي الحقيقة حياة بكافة الأحال الموجودين في تلك المناطق الكابتن سعد المدربين الوطنيين اشارنا قبل قليل واشار الكابتن نحمود انه هذا اول عام تزاد فيها العدد من المدربين الوطنيين هل لدور لجنة الفنية هذا الموسم الحقيقة انها احكمت السيطرة على عدم التعاقد طبعا مع مدرب عامل سوى بالنسبة للمتاز او بالنسبة لأولى اللا يعود مرة اخرى حتى ولو كان بالتراضي انها تعاقد هل هذا الاحكام له دور ام انه والله اقتناع اخيرا من اندياتنا بالمدرب الوطني والله يا ابو هزاعي يعني انا 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 وجهة نظر يعني حتى القرار هذا يعني انا اقول انه فيه 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 بعض الحرج يعني او بعض ان احسوا على استحياء يعني 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 امكن ابو هزاع لو نجي في يعني في اللجنة الفنية ونشوف يعني المدربين المؤهلين يعني سواء من ناحية الخبرات وسواء حتى من ناحية الخبرة العملية يعني بكل صراحة يعني عندنا مدربين عدد كبير من المدربين حتى عدد دورات وافر الان في العدد الموجود من المدربين والعمل اللي قاعدين يقدموه سواء المدربين الوطنيين في دور الدرجة الأولى اللي عددهم تقريبا خمسة مدربين والمدربين اللي حتى في الدور الممتاز قاعدين يأدوا هذا إثبات لك وحتى في المتخبات الفئات السنية هذا إثبات لكل إدارات الأندية أن المدرب يملك يعني يملك بكل صراحة الكفاءة يملك الخبرة يملك حتى القدرة أنه يقدر يقود أي فريق يعني يصعد في أي فريق أغلب إنجازات نجاة من المدرب الوطني يحتاج المدرب الوطني فقط ثقة المسؤول في النادي ماذا يحتاج نجير السؤال أيضا لك مع إجابة ساعدة كبتن حمود ماذا يحتاج المدرب الوطني بشكل مختصر باختصار شديد المدرب الوطني لا يحتاج إلا إلى الفرصة بظروف طبيعية مو مثلا يبقى ينتظر لما يلغى عقد مدرب وبالتالي يمكن هذا يمكن عمل اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكورة القدم إلى جانب هناك ودعم أنا أتصور يمكن فيه مراحل سابق كان فيه أنه لما كانت الرئاسة العامة والهيئة يعني كانت يدفع نسبة معينة يمكن 50% يدفعها الاتحاد و50% يدفعها النادي ومجال تحت كورة القدم يدفع جزءا كبيرا من الرواتب لا ممكن أما بب التشجيع والتحفيز طيب أتسمر مع كبتن حمود تسأل محمد الضفيري أحد متابعينا الأكارم يقول هل يوجد مجال لنادي العدالة لتعديل حالته وصعود إلى دور الممتاز عطفا على أنه 28 نقطة كبتن حمود بلا شك كان جينا إلى الترتيب أو حتى إلى النقاط والجزء المتبقي حتى من دور عند الدرجة الأولى نتصور أنه يمكن حظوظه قوية جدا نادي العدالة خصوصا أنه يمكن تذكر أقول دائما أنا نادي جدها ونادي مثلا قل نقول أنت الشرقية أنت كبير جدا يعني العدالة قادر يأخذ مثلا الفائض من لعبة مثلا القادسية أو هاجر أو الأمور هذه التنقل سهل جدا يعني كما هو موجود الآن أبو هزعن ما نتكلم عن نادي الدرعية نادي الدرعية يمكن يعني قريب جدا يعني باستطاعة نادي العدالة يستقطب لاعبين قد لا يحتاجهم مثلا أو يعيرهم نادي الهلال والشباب والنصر إلى مثلا نادي الدرعية نادي الدرعية الآن وكان جديد يعني مركزه مقبول يعني السادس ترتيبه السادس طيب مباراة جدة هو الشعلة الكابتن سعاد انتهت بالتعادل بهدف لكل الطرفين طبعا أول شيء أكيد 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 طبعا مباراة جدة يعني بكل صراحة يمكن شوفنا برضو جدة يعني يعني يمكن بقيادة الكابتن محمد العياني يعني شوية عانى في بعض الأمور لكن يعني في استعادته يعني للآن يعني نقول في المركز الخمسطاعش يعني بالنسبة لكابتن محمد بتقريبا عشرين في ثلاثة وعشرين نقطة فبرضو يمكن أبهزاع أبغى أرجع يعني للمعدل النقط أنت بتتكلم أبهزاع بين المركز الخمسطاعش والمركز الرابع تقريبا ثلاث مباريات الفرق يعني فرق النقط تسعة نقاط يعني ثلاث مباريات فكل الأندية هذه متى ما يعني هي متى ما إيش اسمه نقول يعني عادة الاستراتيجية في التعامل مع المباريات بكل صراحة تقدر تأدي يعني شوفنا يمكن إحنا مباراة جدة يعني كان جدة يمكن نقول عنده بعض العناصر اللي يقدر يهاجم فيها لكن دائما في عملية التوازن أو في عملية التحول جدة من الهجوم للدفاع دائما بيكون فيها يعني عنده إشكالية بسيطة الكبتر محمد العرياني أنه بيستقبل فيها بعض الأهداف والعمل يمكن يعني شوفناه يمكن قائم يعني على الجزئية هذه يعني هذا الشيء اللي قاعد أدي بالنسبة للشعلة يعني الشعلة قاعد يلعب بتحفظ أكبر يعني بشكل عام يعني وشوفنا يعني الشعلة يمكن قاعد يحاول يسيطر على منطقة المناور منطقة الوسط دائما في كل مبارياته باللعب يعني بأربع اثنين ثلاثة واحد وفي عملية استخدام المهارات الفردية اللاعبية المقدمة بالنسبة للفريق الشعلة في اقتناص يعني نقول للفرص والتهديف طبعا تتابعوا من خلال حساب القنوات السعودية الرياضية مقاطع لحديث الضيوف والعنوين البرنامج في مختلف الحقيقة الأيام كل ذلك من خلال الزملاء في النشر الإلكتروني في قنوات السعودية الرياضية بمتابعة من الزميل العزيز سامي لعنزي لاطيك العافية ومش على الحقيقة نقدر كافة جهود الزملاء طبعا احنا تعرفوا ان يصار في ضغط عمل في مباريات دوريا المتاز مع مباريات دوريا الأولى ونسبة الرياضية نقتنع انه تأخذ طبعا ديت المتاز بحكم الاهتمام هي الحيزة الاكبر من النشر لكن ايضا الاخوان دائما والله عمرهم ما نسيونا فالله يعطيهم الفحافية كل الشكر والتقدير لهم ردة الفعل بعد نهاية مباراة جدة والشعلة رصدها الزميل عبدالباري الحساني سجلنا هدف بس خراجعنا شوية مشان نحاول ننك نركز على نحاول نخو ثلاث نقاط بس يعني فريق الثاني دقت علينا كثير جاب هدف تعادل في الدقيقة الأخيرة حلو وهذا الأكتوب يعني أول شيء باسم الله الحمد لله المدرب أعطانا تعليمات حاولنا نطبقها ونحافظ على هدفنا في أول 15 دقيقة وتراجعنا كثير وفنادي الشعلة ضغط علينا والحمد لله لكل حال أول شيء باسم الله الرحمن الرحيم أدينا مباراة جيدة يعني تكتيكيا كنا بالشاطة الأول تقريبا فاقدينا التركيز رجعنا الشاطة الثانية حاولنا نعدل الكفة فالحمد لله يعني في أرض الخصم تعادل إيجابي بالنسبة لنا يعني مرضي نسبة يعني بسيطة يعني حتى كل لاعب يطمح أنه يعني يعني يصعد أو ينافس على الصعود نأمل إحنا بالدور الثانية إن شاء الله نكون بالترتيب أفضل من كذا فالله يكتب اللي في الخير إن شاء الله مرحبا بكم من جديد إذا انتبعنا محمد مبارك لعب نادي جدة ثم عبد العليزة البلوي لعب نادي السعلة فتبعهم محمد القرني لعب نادي جدة حتى يوم الف عافية والحقيقة أيضا نتمنى دائما التفاعل من كل الأندية طبعا لإجراء اللقات بعد نهاية المبارات هي تطلب من المنسق الإعلامي لكن تعرفوا ربما تكون الهزيمة أحيانا وقعها على بعض الأندية شوي شديد فإن شاء الله كل الأندية تتفاعل دائما مع طلب المنسقين الإعلاميين ومع طلبات الزملاء المراسلين تساول عبر طبعا هاشتاق البرنامج دوري الأولى عواد الطوالة تساءل معك كابتن حمود أخي حمود ما هو تقييمك الأندية الجبلين والطائف في هذا الموسم وما سبب تذبذب المستويات هي مباراة عن مباراة تختلف هي ربما الاختلاف يأتي أن المنافسة التي أمامك وبالتالي أنا متأكد تماما وجود الجبلين والطائف في المرحلة هذه أتكلم تحديدا بوهزة على مستوى الاستقطابات حتى في الفترة الشتوية تلاحظ أنه حتى وآن كانت النتائج قليلة واحد صفر يعني هذا يعطيك انطباع على أنه في عمل في عمل إداري وفي عمل فني سواء في الجبلين أو في الطائف أو حتى في بقية الأندية فتأتي مباراة وحدي أحياناً يكون مثلاً أي متابع أي مراقب انطباع عام ويحصر مثلاً في مباراة وحدي بينما تجد أنه يعني ما زال يعني ما زال نصف الدوري ما انطباع هذا الحقيقة عفل لو قاطعتك برشيد يمكن كلام كان والله يؤيده مباراة وحدة تعطي انطباع مثلاً الجبلين خسر من نجران وعطي خسر من خليج أنصار محبي النادي لأنه ما يرضون إلا بالفوز فهي يتصور أنه هالخسارة والله ألغت كل ما سبق من الجسعات نعم نعم شكراً أبو هزاع فعلاً يعني أحياناً مباراة وحدة يعني تعطي انطباع يعني غير إيجابي بالنسبة مثلاً وتحكم حكم قاطع مثلاً لكن ما زال المشوار طويل الآن دور الدرجة الأولى يمكن يمكن نصف الدوري الآن باقي صعب جداً على مختلف طموحات الأندية فرق تبقى تصعد فرق تبحث عن البقاء وفرق تحاول قدر الإمكان أنه يعني حتى أساليب المدرب لابد أن تكون دفاعية حتى لا يعني أنت تكسب نقطة أحسن ما تخسر ثلاث نقطة ولا شك والمتبقي أربع وخمسين نقطة حتى الآن نعم نعم دوري دوري طويل طيب هذا المشاهدنا الكريم كابتن سعد يتساءل حمد اليامي يسأل ضيوفك هل الحزم سيحقق الدوري؟ هل الحزم على سيرها حتى الآن؟ تتوقع أنه حقق الدوري؟ بكل تأكيد يعني إذا أخذناها أول شيء أبو هزائي يعني إحصائياً ورقمياً يعني إحنا بنتكلم فرق 14 نقطة فرق تقريباً خمس مباريات يعني الحزم يحتاج يعني المنافس يحتاج أنه تعثر الحزم في خمس مباريات أول شيء الحاجة الثانية لما نيجي في الأداء الفني أنا أتوقع يعني الحزم ممكن وجهة نظري من الأداء الفني الحزم يعني شبه يعني ضمن يعني أنا أقول للصعود ما لم يعني يتهاون بكل صراحة في انخفاض مستوى ليش؟ لأن الحزم يعني بكل صراحة أبو هزائي قاعد يلعب يعني كرة قدم نقدر نقول عليها حديثة يعني أنت بتكلم باثنين لاعبين هدافين الحزم يملك يعني التنظيم التكتيكي الممتاز التنشيط الحزم الفريق الوحيد التنشيط هجومي جداً ممتاز وفعال كل مبادئ التكتيك موجودة فيها تنشيط دفاعي وانضباط تكتيكي دفاعي جداً ممتاز تحولات من الهجوم للدفاع من الدفاع للهجوم جداً جداً ممتاز فيها يعني الحزم حتى بعض عناصر الحزم ربما يستفاد منها في الموسم هذا عندما يصعد عندما يصعد طيب أنا يجب أن أصعد إلى فاصل ثاني وأخير نذهب إليها أيها الكارم تفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر تعدل التسديد تسمح صوت الجماهير ساعد كرة القدم تمشي في عروقنا تمبض في قلوبنا كبرنا معها نصنع بها أيام وذكريات تملأنا شغل نغني لها نستنى أحداثها نفتغربها وتصنع لنا أبطال وكؤوس وبكل فوز الأساطيرها نلعبها في كل مكان وزمان ونحنن بها ونحنن بها كرة القدم عشق نعيشة كل يوم نذهب في الصوت والصورة والحكاية والتاريخ والغرائب نتنقل في أرجاء خارطتنا الرحبة بما فيها من الثراء والتنوع والتاكرة نلتقي الناس ونعتمد التحليل الثقافي ناس لوجيا على شاشة السعودية في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم أيها الكارم طبعا نظيف نحن بدردشون نوع تحت الهواء لأنهم أيضا عاملين بنفس طبعا النادي نادي 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 الشباب أتمنى كل توفيق الكابتن سعد والكابتن ممدوح المرداسي الذي أسعدنا بالانضمام لأن الآن وتحت الهواء قبل الحقي نتكلم عن نادي الشباب كان يستذكر كابتن ممدوح اللقاة تهبك كابتن حمود ما نبقى لكم سنة قال الحقيقة حتى أنكم أنتم لسا الشباب لكن قال حول 25 سنة فإن شاء الله فيكم خير والبركة أعتقد فيه لبنان الشقيقة لكن طبعا هي من استذكار الرياضي وهذه القامات الحقيقة التي نقدمها لكم بخبراتها وسنينها وعطائها من أجل أن يقدموا لكم المأمول والمفيد كابتن ممدوح أهلا وسهلا بك مساء الله بخير حياك الله وأهلا وسهلا بك أنا كل مرة الحقيقة لا أمل أقول الله يعينك علي من خلال متابعة مباريتي على الهواء خصوص المتواضقة دائما أزعجك وأنت معنا فالله يعطيك الصحة والعافية وأتفضل الله يعافيك أبو هزاع أرحب فيك ومشاهدين والكبات المشاء الله اليوم معك كله ما شاء الله كابتن حمود ما يحتاج برشيد من المدربين الوطنيين اللي افتخرنا معهم أيام لبنان طبعا قبل 25 سنة خلناك أقولها لا تكون الصحة والعافية يعني ما شاء الله عندكم خامات جدا صراحة والكبتن ساعد هوساوي ما شاء الله من الخامات اللي تعمل في الأندية وبالعكس هذا نفتخر فيه من المقدمونه والبرنامج دائما ما شاء الله يخرج يعني ما شاء الله خبرات كبيرة والله وهذا هو المأمول نقدم خبرات قديمة وأيضا نقدم أسماء لم تأخذ حقها في الانتشار تفضل كبير من دوح طبعا عندنا الأسبوع هذا فيه شوي صراحة بعض الدرب من بعض الحكام نستعرض بعض الحالات ونشوف نعلق عندنا مباراة الكوكب والثقبة أدارها عبدالله الخربوش وسعد السبيعي وحامد الأحمري أخذنا منها وأيضا من شاري الشمري أنا في حالة صحيح أخذنا منها ثلاث حالات أخذنا منها ثلاث حالات الحالة الأولى هنا الآن تم الغاء هدف للكوكب وبنشاهد الآن نشوف ليش تم الغاء هدف للكوكب لو نلاحظ الآن لاعب الكوكب الكرة في اللعب حصل دفع لو نلاحظ الآن هنا اللعب تابع الآن الدفع الآن هنا اللعب تم دفع اللعب المدافع بالتالي كان الحكم قريب جدا وزوية الرؤية مناسب له وتم الغاء هدف للكوكب بداية الدفع وبالتالي كان قرار الحكم كان قرار صحيح نشوف الحالة الثانية أيضاً هنا الغاء هدف الكوكب بداية تسلل من مساعدة الثاني وبنشوف الآن المساعدة الأول عفواً وبنشوف الآن الحالة بنشاهدها وبنشوف أنها حالة دقيقة من الحالات الدقيقة يعني تسجل الحكم مساعدة نشوف الآن هنا نلاعب متقدم واضح أنه أقرب إلى والخط الثمنطعش يوضح يبين لنا وبالتالي كان كان تسلل من الحكم المساعدة الأول وكان قرار صحيح نشاهد الحالة هذه ونجيبناها يعني حالها الآن بالذات بوجود الاحترازات الآن ووجود الأشياء اللي يجب أن الشخص أنه ينتفل نفسه أساساً بدون محد يقوله بدون مخالفاته بدون شيء ما هو الآن لعبين الثقبة ونشاهد الآن ما هو الحكم الرابع الحكم الرابع الآن من واجباته التشريك على معدات اللاعبين معدات اللاعبين الكسارة الآن من ضمن معدات اللاعبين الأمور كلها كل اللاعب الآن يجب أن يكون فيه استقلالية له مو معقول الآن في تبادل الكسارات وبدل الكسارة وأخذ من الكسارة أساساً يعني كناحية يعني صحية من مطلوبة أصلاً فما بالك أننا الآن نحن بالجائحة الآن هذه وما نوصي بالأمور هذه يعني يجب الحكم الرابع أن يشيك الآن أنت شيء مشيكين على اللاعبين هم جوا أكيد لكن الاحتياط ما شيك عليهم من يشيك على الاحتياط أن هذه الكسارة خاصة لي أنا حتى على القل بجانبك ولكن الأمور لا تصبح في دوري محترفين نأخذ المبرة الثانية الطاي والخليج دعنا نسمي نصر الدين الكابيروف أكمل بوريف سيد كور الدشتروف وزين الدينوف كلهم أوف طاقم طاجك الآن عندنا أخذنا منها حالة واحدة هنا الآن هنا مطالبة الطايب يحتسب ركل الجزء ونشو الآن هنا الآن هنا الآن يجب الحكم هنا الآن علشان يبرز دور الحكم الآن هنا التحايل التحايل الصريح واضح جدا شو اللاعب يعني اللاعب ما فيه أي احتكاك نهائيا ودائما إحنا كمقيمين للحكام إحنا الأمور عشان الحكم اللي يكتشف حالة التحايل هو الحكم اللي فعلا متميز وعنده نظرة إذن هذه من اللاعب الطائي يجب أنه حتى حتى هو يفهمها بعدين أنه ما يسويها فهذه حالة التحايل يجب يقاف اللعب واحتسب ركلة حرغة مباشرة وأنذار لللاعب حتى ما يسويها لا هو ولا زملاء وحتى اللي يشاهدون نأخذ المباراة الأخرى وبعد المباراة ما كان فيها حالات النهضة والدرعية محمد القرني حزام العمري وأحمد الودعاني أخذنا منها حالتين الحالة الأولى هنا الآن هنا لو نلاحظ هذا التنافس هذا التنافس لعب الدرعية لعب الطائي سبقوا هنا فيه تنافس ولا في ما فيه أي حساب ركل الجزء ولا فيه أي خطأ بالتالي استمرار اللعب كان طرار صحيح من الحكم الحالة الأخرى والحالة الجدلية في المباراة والحالة الأبرز في المباراة لأن المباراة يعني بناء على هذه الحالة تأثرة في نتيجة المباراة ونشوف الآن الحالة شف الحكم الآن شف الحكم الحكم الآن شف شاهد شف الحكم احتسب ركل الجزء هنا ونشوف الآن هل هو قراره صحيح ولا لا شف الآن شف الحالة شف اللعب الدرعية أنا دائما أنصح وقول تابع المداثع ما لك شغل مهاجم نجح بلعب الكرة وبالتالي اللاعب رقم خمسة لاعب النهضة تعثر فيه ولا حتى هناك أي خطأ من اللاعب الدرعية نهائيا لو لاحظ الآن اللاعب الدرعية نجح بلعب الكرة انزلق ونجح بلعب الكرة وبالتالي طبيعيا حتى أساسا أنا متأكد حتى اللاعب الآن لو تقوله ما هو عارب من راكل الجزاء وبالتالي تفاجأ باحتسب راكل الجزاء للأسف محمد القرني موفق فيها معنى محمد يملك خبرة كبيرة لكن لو أنه أخذ زاوية يسار معنى لو لعدنا اللقطة الأساسية موقف ممتاز بس افتح زاوية يسار عشان تشوف انتك الآن لو تعدون يا شباب انت الآن شوف ترى حاول يحرك رأسه باتجاه معين لكي يأخذ لاحظ رأس الحكم اتفق معك ابو الزع بس انت ليش انت قاعد تحرك رأسك افتح يسار الزاوية هناك افتح طالما انك تجري خلف اللاعبين مستحيل تأخذ قرار صحيح الآن هنا شوف ما مستحيل تحكم يعني العمل يمي بتخمين هي افتح يسار الزاوية افتح يسار منك وتشوف الحدث اللي شفناه احنا وبتستمر اللعب وبالتالي كانت ركلت جزاء غير صحيحة لنادي النهضة للأسف انها انتهت المبراه بفوز النهضة وبالتالي تأثرت انتيش المبراه وبالتالي تنخفض درجة الحكم لازم محمد يشد حيله لحكم يعني دولي سابق لا بد ان يكون يعني فعلا مركز على الامور هذه يعني الان المبرايات حتى درجة اولى انا انا دام وانصح حكام حتى الدوليين لما تحكم درجة اولى ياخذ ترى الهرق ترى ما بتحكم باسم الهرق حكم باسم المسابقة يعني يجب تعطي المبراه حقها ناخد المبراه اللي بعدها هجر العدالة محمد البريدي سامي العرفج سامي الحركان اخذنا منها ثلاث حالات نشو الحالة الاولى هنا هدف الهجر ونشاهد الان نلاحظ شف لحظة لعب الكرة بس لا اللعظة هي بالبداية يا شباب فريم بس لحظة 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 لعب الكرة لا لحظة تطلع شفها الان هنا الان اللعب هذا مغطي الان القريب عندنا وبالتالي كان كاسر التسلل لحكم مساعد كان مركز معاه وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح وهدف صحيح لنادي هجر ناخذ الحالة الثانية الآن الحالة الثانية هنا الآن الحكم محمد البريدون نشوف الآن موقعه ونشوف الآن هل هو قراره صحيح باستمرار اللعب أو هناك خطأ ناخد الحالة هذه الحالة تقريبا الأبرز في المباراة هنا الآن شوف موقع الحكم مثالي موقع الحكم مثالي ركلة جزاء لناديها جزاء الخط من ضمن منطقة أقرب واحد الحكم أنا أعتقد الأقرب من هذه وأقرب من الحدث ما فيه ركلة جزاء لم تحتسب لنادي هجر الحكم يفصله أقل من متر لا أعطوني الحالة الأول يا شباب الحكم شوف الآن موقع الحكم من شوف الآن هناك بمعنى بالعرفة اللي هو دهس طالما أنه هناك دهس هناك تهور إذن ركلة جزاء وخطأ لنادي هنا الكرة في اللعب حصلت دهس على الخط إذن ركلة جزاء لم تحتسب الحكم يفصله متر أو متر ونص ناخد الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها تختلف يعني لا بد أن الحكم يكون عنده هناك ثبات في منحة الانذارات الآن هنا شوف لاحظ الحالة هذه الآن الحكم أيضا قريب مشكلته هو قريب وإذا كان قريب أحيانا ما ياخذ حالة يعني زي ذي لا أرجعه شوي 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 يا إخوان شوف الآن هنا هذا الآن لم يحصل هناك أي خطأ من المدافعين ألا أثنين نفسهم وبالتالي تختلف الحالة أولا لكن لو نشوف الآن موقع الحكم بس يا إخوان أعطي أبي موقع الحكم بس الحكم داخل في اللعب داخل في اللعب هنا موقعه خطأ داخل في اللعب ما يشوف افتح زاوي وافتح ناك يسار لو اصطدمت الكرة فيه لو دخلوا اللعبين فيه إذن محمد البريد لابد يعدل مواقعه أيضا نبرة تأثرا تيج تنبرة تعادل انتهت صح إذن تأثرا تيج تنبرة وكان رقل جزا لنادي هجر ناخد الحالة اللي بعده الجبلين من جران أخذنا منها ثلاث حالات الحكم اللي كان رابع في مباراة الطاي وهو اللي حكم من مباراة ومعه مساعدين سعوديين نشونا الحالة سعيد زين الدينوف محمد المطروطي محمد الهنيان ناظر موقع الحكم ناظر موقع الحكم بس بس الموقع الحكم هذا مثالي يعني لو بجي أنا لو بجي وقف هنا حكم وقف في مكان ممتاز يعني مثالي شوف شوفه الآن هنا طيب ما هو بنفس النبعي قريب تقول أنه هالبريدي لازم أحيانا قرب يعطيك يعطيك الزاوية ضيقة لك لكن أنت أنت هذه شوف الآن شوف هنا الآن مهاجمة بتهور ركلة جزل الجبلين ركلة جزل الجبلين لم تحتسب يعني أنت الآن بتضاء أكثر من الزاوية دي إذن اللاعب أخذ مسافة انزلق وبالتالي حصل تهور منه هنا الآن ركلة جزا وأنذار على لاعب النجران دقيقة 58 كانت صحيح 59 الآن هنا الغاء هدف نادي نجران ونشوفه الآن والحالة كانت دقيقة جدا بالمساعد اللي هو الحمد المطرودي وكان متمركز بشكل صحيح وبنشوفه الآن دائما احنا قلنا التمركز الصح زاوية رؤية صح تعطيك قرار صح الآن هنا تم الغاء هدف لنادي نجران ونشوفه الآن حالة دقيقة جدا ويعترضون للاعبين نجران وبنشوفه الآن معه حق قلنا هنا رجعوا شوي 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 بس لحظة لعب الكول شوفه الآن اللاعب متقدم شوفه الآن المساعد الحكم متمركز مع ثاني آخر مدافع بالتالي كان قراره صحيح بإلغاء هدف لنادي نجران بداية بالفعل حالة دقيقة صراح جدا وتسجل للمطرودي يعني بحالة دقيقة على النقيب من هذا نقط الحالة اللي بعدها ونشوف المساعدة الثانية الحالة الثانية شوفه الآن هنا يعني تفصل تقريبا حوالي يمكن مترين على الحالة فدائما الحكم المساعدة كان قلنا مركز بشكل صحيح شوفه الآن هنا رفع شوفه الآن نشوفه الآن مع حق ولا لا يعني أنت الآن تقتل هجمات تقتل أهداف تقتل كذا ترى مساعدة هنا شوفه الآن الآن الكرة طلعت شوفه كم شوفه هنا كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس لاعبين من نجران كاس في التسلل يعني لا تتأثر باللعبين اللي هنا أنا ما العلاقة فيهم حتى اللي هنا ما كانوا متسلين في يعني يبدو لأن يعني يفتقد الخبرة فيحتاج أنهم الأمور هذه ناخذ مبارات اللي هي الشعلة طيب ما لسه قبل نروح للدين طيب مبارات جدا وشعلة لكن قبل من حقيقة هذا طبعا يشير الزميل تصحيح زميل الحمد النعم يمعلق مبارات الكوكب والثقبة من طبعا الحكم استبدال الحكم الرابع مشاري الشمري كان هو حكم الساحة ولما كان عبدالله الخرب والشكر لتصحيحك الدكتور محمد وطبعا الحكام والقائمة راحنا ناخذهم موقع اتحاد سعودي كورت القدم يعلنها يعلنها قبلها بساعتين يعني اتحاد كورت القدم فإن كان في عاتف فهو على اتحادنا الكريم وتفضل كابتن من داخل جدة والشعلة عندنا مبارات جدة والشعلة رايح الجلعود وحسين إبراهيم خلينا نعلم حسين إبراهيم ورائد الرميثي ورائد الأحمد طيب أخذنا منها حالتين الحالة الأولى بنشوفها الآن شوف الآن الحالة وشوف الحكم قربه وشوف الجولة دي جولة ما أدري الحكام ما أدري يعني فيه أشياء تفاوت ركلة جزا ما يحسبها وركلة الجزا الخطأ يحسبها فشوف الآن هنا التمرك شوف الآن شوف لعب جدة تابع لعب جدا ما العلاقة شوف تها شوف لعب صحيح أنه وضع قدمه وما ما شوف شوف لعب أشياء الآن وضع قدمه لكن لم يلامس نهائيا ما فيه تلامس أساسا مع اندفاع لعب جدة مندفاعه إلى الأمام تعثر بقدم المنام لكن ما كان فيه ركلة جزا أبدا نهائيا وبالتالي هنا الحكم يجب أن يسأل نفسه ليش أنا حسبت ركلة الجزا لابد أن تسأل نفسك أنت الآن ليش هنا في أندي تصرب في أندي تخسر لابد أن تركز قدمه اليسار لم تحترم المهاجم قدم اليسار فعلا وضعها فعلا وضعها هذا الكرة قدم لابد أن أنا مستحيل أن يخلي المهاجم يروح ولكن أنا قدم لاعب الشعلة وضع قدمه على الأرض لم يلامس نهائيا لاعب جدة هو اللي من مع اندفاعه تعثر بلاعب الشعلة وبالتالي ركلة جزا كانت غير صحيحة لنادي جدة نأخذ الحالة لبعده وطبعا هنا جبناها بس دقيقة ثمانين هدف الشعلة بنشوه الآن هنا هناك جزاية للشعلة هنا الآن هنا الآن هنا الآن الاستمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم اللي طبعا حصل منها هدف لشعله وكان قرار صحيح باستمرار اللعب نأخذ المبارا اللي بعدها نجوم الفيحة نجوم الفيحة محمد المريع وعادة شراحيلي ومواجد الحربي نشوه الآن هنا نخذنا منها حالتين الحالة الأولى بنشوه الآن هنا الحالة الأولى هنا الآن شوف بس بس وقف هنا. ما الآن لما أنا الآن طبعاً هنا استحالاً أحكم عليها أنا كمحلل تحكيمي أن الكرة جتازت أو لأ. بصراحة. استحالاً أحكم من الحال الذي أمامي أن الكرة جتازت بكاملها أو لا. لأنها مستحيل أن تكون هذه أنا أحكم عليها. ما عندي أنا لابد أن أكون موقف حكم مساعد. فأنا ليش أنا أستمر مع الحكم مساعد ودائماً أؤيد قرار الحكم لأنه مكان هو وين مكانه. ما حكم مساعد وين مكانه؟ أعطون العول يا شباب. بس بس هنا مثالي ممتاز جدا وهنا الآن أنا أقتنع فيه ويقتنعون فيه الجميع لي لأنه موقع ممتاز لكن لو أنا شاهدته هنا دقيقة 77 هنا الآن أنا أقول لكن أنا أمشي مع الحكم مساعد وأقول استمرار اللعب كان قرار صحيح لأن الكرة ما عندي أنا حكم قاطعا أنا أحكم هنا شكل الكرة يوحي أن الكرة هدف شكل الكرة يوحي أن هدف لكن هذه كرة لابد أن هذه هدف لابد أن الكرة بكاملها سيكون داخل المرض نأخذ الحالة بعدها لا 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 حقيقة طبعا أتب عليكم عبد الرحمن عبد الرحمن طيب في حالة أولى ما جربوا طيب في حالتين طيب ما عندي مشكلة أحنا طبعا دقيقة 24 هدف النجوم صحته وهذا دقيقة 57 صحيح هدف صحته عليك غرامة عبد الرحمن غرامتين طبعا أتو بالحالة الثالثة فقط ثلاث حالات في هذه المباراة لكن أخذوا علينا نطلب 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 طيب بشكل عام بشكل عام يعني المشكلة الحكام للأسف في تفاوت أنا نصيحتي صراحة لجنة الحكام الآن الدور الثاني الآن بدأ صحيح لا بد أن أخذ من أعطاء نصير الفرق بالصعود أخذ من أعطاء خلاص أنا لا بد أن تجارب ما عندي تجارب حق التجارب طيب معنى تسالات الحقيقة من هاشتاق هاشتاق دورية الأولى فيه أربع وخمس تساؤلات عبد الرحمن وزميل ماجد وسلطان كافة الزمل طبعا هنا معنا التساؤل الأول كابتن الحقيقة أن الأخطاء التحكيمية على كل الفرق شوهت المسابقة هذا برأي بشكل كبير وصال وأضاعت نقاط على فريق طمع يتحد عن فريق هاجر أيضا تساؤل الثالثة نحن جمعناكم حقيقة التساؤلات كل التحكيمية لكي يأخذها مجملا الكابتن ممدوح بشكل جمالي بالنسبة للتساؤلات كلها نأخذها تتابعا هنا يوسف يوسف الغنيمي دوري الأولى وزعي سأل ضفق الكرام لماذا لك هناك تقنية الفار كابتن ممدوح موجودة بدرجة الأولى وخاصة ببريات القوية التي بها تنافس وأيضا اتسالات الأخرى زملاء نأتي إليها بشكل سريع لكي تكون معنا في التفاعل بالنسبة للهاشتاؤل البرنامج عدة تساؤلات الحقيقة طبعا كان هناك أيضا من فيما يخص هنا مزيد أعتقد مزيد أيضا ممكن لا ليس مزيد تساؤل ليس عن الهاشتاؤ هنا عواد أطوال يتعرض من المفترض أن تعمل تقنية الفار في كل مبارية دورية الأولى لكي لا يتعرض الحكم لا يتعرض الحكم السعودي ويرتقي إلى المستوى المشرف وهي مجموعة تساؤلات الحقيقة أيضا هناك سقر الملاعب أرسل يتساءل مع تحية لأستاذ مندوح المرداسي متى نارى تقنية الفار بدوري درجة الأولى الدوري بيقضي ما شفنا شيء بدوري الأولى هناك أيضا سقر الملاعب أخذناه وكلها تساءلات عن تقنية الفار في دوري الأولى أين هي إحنا طبعا بدأت الموسم تكلمني في تقنية الفار أنا بصراحة كان لجة الحكم قالت لي أنه في الدور الثاني أن نخذ تقنية الفار يبدو لي أنه ما رح يكون فيه لكن إذا كانت بتخدمني بالحالات زي مثلا هدف قبل شويل أن الكرة اجتازت بكاملها أو لا أنا معك لكن أنا بصراحة خلنا نتكلم بصراحة إذا كانت تقنية الفيديو بالشكل اللي إحنا شايفين بدون المحترفين أنا أقول خلنا نستمر على بدون تقنية الفيديو أفضل لأنه سراحة مشكلة تقنية الفيديو موجودة وعامل مساعد للحكم بشكل صحيح ما في شك لكن لا بدنا نتطبق بشكل صحيح ممم ممم أقول نهائيا أما أنا كحكم أبشوف ركلة جزا وبروح أشوفها في الفيديو قدامي ولا أحتسبها إذن ما أنا ما سونا شي طيب أتمنى أتمنى أن يكون في من الحكام أم فيهم صدقني الحكم إذا صار في حضور الذهني وصار في أعطى مبرا حقها أعطى مبرا حقها خلنا نوقعين نحن في عندنا حكام دوليين لما ينزلون درجة أولى يعني يتعالى بعض الشيء يتعالى وشوف نفسه على فرق ليه يا أخي فرق تخسر تدسع كل شيء يجب أن تتعلم وهي أساس من أساس الكرهة السعودية فإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن السابق الله أعطيك الفعافية كل شكر وتقدير كابتن ممدوح المرداسي الخبر التحكيمي لدوري ألو أعطيك الفعافية شكرا جزيلا كابتن ممدوح وأستذكر مع حضرتكم أيها الأكارم مبارة أسبوع الحادي والعشرين ستلعب إذن الله في يومي الثلاثة والأربعاء القادمين ستلعب مباريات الثلاثة على الناحو التالي هجر وأحد في الأحسا في ثالثة وخمسين وثلاثين دقيقة والبكيرية والنهضة في البكيرية في ثالثة وخمسين وخمسين دقيقة هطاء والحزم في حائل عند الرابعة مساء عرعر والجيل في عرعر عند الرابعة مساء أيضا الثقبة والعدالة في الدمام السادسة وعشر دقائق لقاة يوم الأربعاء الدرعية والساحل في الرياضة ثالثة وخمسين واربعين دقيقة والفيحة والكوكب في المجمع ثالثة وخمسين دقيقة نجران والشعلة في نجران الرابعة مساء الجبلين وجدة في حائل الرابعة مساء الخليج والنجوم في سهات السادسة وعشر دقائق طيب مع تفاعلات هاشتاغنا عبد الرحمن لو ذهبنا لها لخص الأسبوع الحادي والعشرين ننتظر شوي وأيضا ننتظر ما زلنا ننتظر الكاريكاتير الأسبوع إن شاء الله يكونوا جاهزا معنا قبل أن نختم هذه الحلقة بمشاة الله كابتن حمود نأخذها بشكل سريع لو تكرمت خلينا نركز الحقيقة على المباريات التي نعتقد أنها لها ثقة فنية الحقيقة الطائي والحزم في لقاء قمة الأسبوع الحادي والعشرين كما عنواننا في هذه الحلقة لا شك أنت أصبت يا أبو هزاع فعلا الطائي والحزم أنني أقوي في يوم من الأيام يمكنه في الدورة الممتاز بالتأكيد ستكون مباراة قوية جدا بصرف النظر حتى عن موقع الحزم أو موقع الطائي هي مباراة ثلاث نقاط لأي فريق في حال أنه أجتاز مثلا لكن أنا أشوف أنه قد يكون الأقرب للمباراة هذه التعادل يوسف الغنيمي كان جاهزا معنا في الحالات عبد الرحمن يتساءل وبرشيد يقول في حال فوز الطائي على الحزم لأنه الحقيقي هو خاصك بهذا السؤال وفوز الجبلين على جده إن شاء الله هل تتوقع الاستمرار بمنافسة على صدرة في ظل الاستقطابات الجديدة للفريقين؟ طبعا المشاهد الكريم يوسف هو من حال فطبيعيا يتساءل عن ندية منطقته يوسف بزاح صديق عزيز علي جدا لكن بالأول وبالأخير الملعب هو صحيح المواقع متقدمة بالنسبة للمتقدم الحزم ومتقدم الطائي والجبلين الأربع أو الخمسة سيكونون هذا يوم سيواجهون صعوبة جدا في ظل استقطابات الأندية الأخرى لاعبين جيدين جدا قادرين أنهم مثلا يعملون فارق كبير أقصد فارق فني طيب الطائي والحزم كابتن ساعد ونجد نظرك قمة الأسبوع الواحد والعشرين الطائي والحزم إذا قلت أتكلم على الحزم أتكلم على أبو هزاء على فريق يعني بكل صراحة يملك الانتشار الجيد يملك الاختراك في العمق يملك تعريض الملعب الحركية لارتجال من اللاعبي الطائي يعني دائما هذه الحلول اللي بنشوفها من اللاعبي الحزم بنشوفها موجودة في المقابل فريق الطائي أبو هزاء يعني قبل مباراة الخليج نحن بنتكلم تقريبا على 12 أو 13 جولة يمكن لم يهزم يعني جاء الخليج وكسر حاجز اللي هو الانتصارات يعني أو عدم الخسارة بالنسبة لفريق الطائي يعني شفنا الطائي بكل صراحة يعني فريق يملك التكثيف ويملك التوازن يعني في منتصف الملعب أو في التنظيم الدفاعي بالنسبة للطائي والتقطي يعني دائما ممتاز بين عناصر لعبية الطائي أنا أتوقع المباراة بتكون تكتيكيا يعني فيها عوامل تكتيكية أكبر يعني نقول فيها فيها جانب هجومي من فريق الطائي وفيها يعني نقول تنظيم دفاعي جانب هجومي فريق الحزم تنظيم دفاعي ممتاز بكم من فريق الطائي لكن وجهة نظري يعني الأقرب والأقوى يعني اللي حيكون متسايد يمكن فريق الحزب طيب هذا أيضا لأستاذ رائد الجروان أيضا من الأصدقاء لك بورشيدي أسأل عندي سؤال لبورشيدي الكابتن حمد السلوام وتقييمك العام لفريق الجبلين وهل الفريق بحاجة ليهزه وتغيير المدرب بهذه المرحلة وطبعا بالإشارة إلى أن الجبلين سيلتقي جدا في الأسبوع الحادي والعشرين في حائل كابتن شوف تغيير أو الكلام عن المدرب في المرحلة هذه صعبة جدا قد لا تجد المدرب المناسب قد لا تجد المدرب اللي ما عنده ارتباط جدا لكن أنا متأكد أن المرحلة القادمة بالنسبة للجبلين تحديدا ورائده يمكن حتى من الأبناء ومن زملائي ومن أصدقائي شعوره دائما حتى مع الجبلين مثل ومثل أي واحد آخر فأنا متأكد أنه يمكن كل المباراة القادمة التي ستكون صعبة جدا خصوصا من تختلف طموحاتها طموحات الصعود الممتاز طموحات البقاء أو حتى الهروب حتى من ترتيب المتأخر ممتاز كابتن سعد نتحدث عن أيضا هناك لقاقين ما الفيحة والكوكب الحقيقة من القاتل التي نتوقع أن تكون جيدة الفيحة والكوكب بكل صراحة بهزاي تقريبا نقدر نقول المباراة متجهة للفيحة للعناصر التي تبتلكها فريق الفيحة أنت بتتكلم عن الفيحة دائما فريق جدا سريع في التحولات الهجومية الدفاعية من الدفاع للهجوم دائما سريع بوجود اللاعب أسو لاعب يملك الخبرة يملك السرعة لاعب يملك المساندة الهجومية دائما لكن لا يملك الإنهاء لا يملك الإنهاء بكل تأكيد يعني حتى شوناه مع الفريق الأهلي بس لكنه لعب مزعجة بلا شك بكل الفيحة فهذا هو الأهم أنا أتوقع المباراة أن ستتجه للفيحة طيب كاريكاتير الأسبوع صاحب اللمسات الجميلة الحقيقة المهندس العزيز فهد منطلال الخشرم يرسام الكاريكاتير في البرنامج واحد المبدعين معنا في المجاهل الرياضي طبعا هذه دحة الحزن في عرعب اشتهرت طبعا منطقة الحدود الشمالية بشكل كامل وعرعر خصوصا بالدحة وهي الفن الشعبي الأصيل هناك لكن أيضا بخمسة أهداف الحزم دح الفريق بخمسة أهداف الحقيقة وصدارها بس بالنسبة للحزم وطبعا استغرابه من لعبة عرعر كيف دح الفريق وإحنا أهل الدحة أعطيك العافية فهد كل شكر والتقدير لك كما هو كل شكر والتقدير لأسرة الزملاء في تلفزيون حال يعطيهم من الفحافي بقيادة سيد فهد العفلان شكرا جزيلا وبو فيصل كل شكر والتقدير لك المدرب الوطني الكابتن حمود السلوة أسعتنا وأثريتنا في هذه الحلقة نتقيك إن شاء الله في مناسبة قادمة أعطيك العافية برشيد شكرا جزيلا أبو هزاع وأنا تحياتي للاستاذ ممدوح نعم الله يسلمك شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل شكر والتقدير كابتن سعد هساوي المدرب الوطني أعطيك العافية وبعمار نتقيك إن شاء الله في مناسبة قادمة وحلقات قادمة لأهل البرنامج أعطيك العافية أبد أبو هزاع سعيد أول شي في استضافة تكلية في برنامج الأولى وسعيد برضه بمشاركة برشيد يعني اليوم وبكل صراحة والتفاعل يعني اللي شفنا وأسرة الجمهور وإن شاء الله نكون قدمنا ما يليق يعني بدور الأولى ويكون يعني يسعد أو يمتع ذائقتها للمشاهد بإذن الله وانتم كذلك كل شكر وتقدير لمن نقدم لنا جهدنا الحقيقة في البرنامج في إدارة البث المباشر نائب مدير البث المباشر زميل الساد العزيز جاسر دوس لطيك الحافي أبو عبدالله تواجد معنا دائما طيب وغير مستغرب بكل شكر والتقدير لزمالة فريق العمل في الإعداد عبدالرحمن العجمي عارفان طيري وأيضا هناك سعود القحطان يعطيكم الفعافية هماجن ديفير وقوة الزملة مساعدية زملة سلطان العصيم يعطيك الفعافية سلطان وقوة الزملة هنا ولكل من يقدم جهدنا للبرنامج شكرا جزيلا له الشكر الأوفر لكريم المتابعة من حضراتكم لتقيكم إن شاء الله في مناسبات قادمة حتى ذلك الحين وكل حين حفظ الله الوطن من كل سوء ومكروه وأدام عليه قيادته الراشدة دمتم بخير وعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر